دعا الأردن إلى وقف فوري لإطلاق النار في الغوطة الشرقية في سوريا وقال وزير الخارجي وشؤون المغتربين أيمن استفضي في تغريدة له عبر تويتر يجب أن يتوقف إطلاق النار في الغوطة بشكل فوري وفي إطار هدنة شاملة توقف القتل والمعاناة وتتيح إيصال المساعدات الإنسانية وتدفع نحو انخراط فوري وفاعل وجدي في محادثات جينيف وصولا إلى حل سياسي للأزمة الكارثية على أساس القرار 2254 ويقبله السوريون التفاصيل في التقرير التالي هذه هي الغوطة حديقة دمشق وجنتها الشرقية حيث الماء والخضراء والوجه الحسن لكن هذا كله لم يلبث سوى أيام قليلة حتى تحولت الجنة إلى جحيم بحسب أمين عام الأمم المتحدة الذي وصف وضع الغوطة الشرقية بجحيم على الأرض إذن هي أيام دامية ودموية في تاريخ الغوطة حيث راح ضحية قصف النظام وحلفائه المتواصل المئات فضلا عن الجرحى والمشردين فبحسب أقام المرصد السوري لحقوق الإنسان قتل ما لا يقل عن ثلاثمائة وسبعين مدنيا بينهم حوالي تسعة وسبعين طفلا وخمسون امرأة وأصيب أكثر من ألف وسبعمائة شخصا بجروح كما دمر القصف الكثير من المباني السكنية إلى ذلك حثت تركيا التي تواصل هجوما في عفرين روسيا وإيران الداعمتين الأبرز للنظام السوري إلى وقف القصف على الغوطة كما أعلن منصق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا أنه قلق وحزين لمعلومات تفيد باستهداف ستة مستشفيات في الغوطة الشرقية في الساعات الثماني والألبعين الماضية روسيا من جهتها أعلنت أن مقاتلين معارضين في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق رفضوا عرضا لانسحاب آمن مضيفة أنهم يستخدمون مدنيين هناك دروعا بشرية وبتزامن مع رفض موسكو مزاعم بأنها شركة في قتل مئات المدنيين أعلن جنرال روسي أن بلاده اختبرت أكثر من مئتي نوع جديد من الأسلحة في سوريا وندد السفير الروسي خلال جلسة لمجلس الأمن دعت إليها موسكو بالخطب الكارثية التي تذكر بما قاله أعضاء في المجلس خلال المعارك في مدينة حلب نهاية 2016 معتبرا أنها لا تنسجم مع الوضع على الأرض التحدث فقط لمدة خمسة دقائق هذه دولة مهمة تتحدث عن الوضع في بلادها طبعا لابد أن نمنح سوريا الفرصة التي تعبر عن رأيها لأي مدة كانت وبعدما ألحى على الرئيس الدوري لمجلس الأمن أن يمنحه أكثر من الدقائق الخمس المسموح بها لمدخلته أكد المندوب السوري بشار الجعفري أن مئات من الصواريخ وقضائف الهون سقطت الخميسة على دمشق سقط القناع أيها السادة انتهت اللعب ما جرى في بلادي من لعب وأرهاب انتهى سقط القناع واليوم الرأي العام الفرنسي يعرف والرأي العام الأمريكي يعرف والرأي العام البريطاني يعرف أن سياسات حكومات بلادهم تجاه بلادي خاطئة وقد استشهدنا بكاتب أسترالي يبعد عن سوريا أربعة عشر ألف كيلومتر لكنه فهم الحقيقة فألف كتابا ألف كتابا يقول فيه ماذا يجري في سوريا من عدوان إرهابي لا سابق له في حوليات العلاقات السياسية الدولية إذن يمثل المشهد في الغوطة الشرقية حالة تعيشها بلاد اليسمين منذ أكثر من سبعة سنوات إذ يتواصل سقوط الضحايا والأبرياء ويواصل العالم صمته في ظل أسئلة ملحة قد يبدو أهمها إلى متى تستمر هذه المأساة شهدت بعض محافظات المملكة عقب صلاة الجمعة اليوم فعاليات احتجاجية طلب المشاركون فيها الحكومة بالعودة عن قراراتها الأخيرة التي أدت إلى رفع أسعار عدد من السلع الأساسية وفقمت الأعباء المعيشية على المواطنين رفضا لقرارات رفع الأسعار نظم العشرات من أبناء محافظة الكرك وقفة احتجاجية أمام المسجد العمري وسط مدينة الكرك هاتفين ضد قرارات الحكومة الأخيرة ومطالبين بمحاربة الفساد والبحث عن بدائل لرفض اقتصاد الخزينة بعيدا عن جيوب المواطنين كما نظم عدد من المواطنين في لواء المزار الجنوبي عقب صلاة الجمعة وقفة احتجاجية على قرارات الحكومة المتعلقة برفع أسعار الخبز وبعض المواد التموينية المشاركون طالبوا الحكومة بالتراجع عن قراراتها التي طالت العديد من السلع الاستهلاكية والتموينية وفي معان نظم مواطنون وقفة احتجاجية رفضا لقرارات رفع الأسعار مطالبين بإعادة النظر في هذه القرارات والعمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطن مطالب المشاركين في الوقفة شملت العمل على رفع مستوى المعيشة للمواطنين وتحسين الخدمات الصحية وخلق تنمية مستدامة يتمكن من خلالها الشباب من إيجاد فرص عمل انتشرت قوات الدرك على مداخل مدينة الصلط بهدف حماية المدينة وأبنائها بحسب تأكيدات تلت لقاء جمع وزير الداخلية غالب الزعب ووجهاء محافظة البلقاء في دار المحافظة في الصلط وكان الاجتماع الذي عقد صباح اليوم قد بحث الاحتجاجات التي تشهدها مدينة الصلط ومحافظة البلقاء منذ أيام تعبيرا من مواطنين محافظة عن رفضهم لقرارات حكومة الأخيرة التي أدت إلى رفع أسعار عدد من السلع هذا وحضر الاجتماع مسؤولون في وزارة داخلية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والأعين تحقق الأجهزة الأمنية بدعاء أحد المواطنين في إحدى قرى إربت بسرقة مبلغ ربع مليون يورو وكانت بداخل قصة حديدية وفي تفاصيل الشكوى التي وصلت إلى رؤيا قال المواطن الذي يقتن في بلدة حوفا برواء الوسطية أنه تفاجأ بكسر زجاج باب بلكونة شقة شقيقه وسرقة القصة التي تحوي 245 ألف يورو بالإضافة إلى 5000 دولار أي ما يعادل 220 ألف دينار أردني وقال المشتكي أنه يعمل وكيلا لأعمال شقيق له مقيم حاليا في ألمانيا ويملك مجمعا تجاريا يحتوي على 16 شقة وثماني محل في منطقة حوفا على الشارع الرئيسي ويقوم بإدارة هذا العقار منذ وقت بنائه عام 2010 توفي اليوم طفل رضيع يبلغ عاما ونصف العام غرقا في سد الموجب كما توفي شاب يبلغ من العمر 22 عاما إثر تعرضه للغرق أيضا داخل إحدى البرك الزراعية في منطقة الكريم في محافظة إربد المديرية العامة للدفاع المدني أوضحت أن كوادرها في مديرية دفاع مدني غرب إربد انتشلت جثة شاب من داخل بركة زراعية وتم إخلاؤها إلى مستشفى إبعبيد الحكومي ذا وتعاملت مديرية دفاع مدني مادبة مع حادث غرق طفل رضيع يبلغ من العمر عاما ونصف العام داخل مياه سد الموجب حيث عاملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفاة إلى مستشفى الأميرة سلم الحكومي أبرز ما يعاني منه سكان منطقة الشامية في محافظة العقبة هو نقص في المرافق الأساسية ضرورية إضافة لافتقادها للأسواق التجارية جدد سكان منطقة الشامية في محافظة العقبة مطالبهم في توفير خدمات أساسية في المنطقة والتي تعاني تدنيا في مشاريع البنية التحتية لأسيما شبكة الطرق والإنارة والنظافة بالإضافة إلى غبار المصانع والكسارات نقصنا خدمات كرصيف أرصف للشوارع الأنارة مطبات الأرضية هاي يعني في مطبات حطينها ظل عشوائي ما يخدم منها من عاني من مطبات ومن التراب يجيبنا علينا الكسارات من جال الشمالي وراء المكبر ساوه كسارة بجينا نتراب وعلى السكن وعطفالنا وعلى يعني بدنا اهتمام يعني الكسارات لازم يطلع عن فوق مرخصات في وادي اليتم بنعاني من شوح المدارس وبنعاني من الشوارع محفرة وبنعاني من الإنارة وفي مطبات كثيرة محفرة كثيرة الأهالي أكدوا بأنهم خاطبوا عدة مرات الجهات المعنية على رأسها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتوفير شبكات طرق وإنارة وتحسين مستوى الخدمات خلال عام 2017 قامت السلطة بطرح عطاء ربط الطريق بين منطقة الشامية ومنطقة الكرامة والحمد لله تم استلام هذا الطريق وخلال هذا العام سيتم إنارة هذا الطريق بالكامل بحيث نوفر كافة عناصر السلطة الممورية عليه ونسهل وصول المواطنين من منطقة الشامية إلى مركز مدينة العقبة أيضا تم مباشرة بتنفيذ عطاءات صياني للأرصفة والكندرين في منطقة الشامية وأصبحت منطقة الشامية والتي تبعد 12 كيلو مترا شمال العقبة مدينة أخرى ويقتنها أكثر من سبعة آلاف مواطن شهدت نهضة عمرانية مميزة من خلال شقاق سكن كريم لعيش كريم إلا أن المنطقة تعاني من قلة الاهتمام خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية وشبكة الطرقات والتي هي بحاجة إلى صيانة عاجلة باستغلال تقنية اطباعة بالأبعاد الثلاثية يقدم مستشفى تديره مؤسسة أطباء بلا حدود لعدد من المرضى وضحايا الحروب المقيمين في الأردن فرصة الاستعانة بأطراف اصطناعية تعوضهم عن أطرافهم المفقودة ليس أجمل من طلاء الأظافر عندما يكون أمنية تتحقق لطفلة ذات سبعة أعوام أسيل التي تعيش في مخيم غزة بجرش ولدت دون يد يمنى وقد حصلت الآن على يد اصطناعية وفرها لها مستشفى الجراحة التقويمية القائم في عمان وتديره مؤسسة أطباء بلا حدود سوناها للأيد وصارت تركب بطلة تخجل منها وصارت تستعملها لكل إشي صارت تساعدها صار عندها ثقة أكثر من قبل وبتلبسها لحالة وبتستعملها لحالة والحمد لله المستشفى يضم مختبرا بتكنولوجيا متقدمة تعتمد تقنية طباعة ثلاثية الأبعاد ويقدم خدماته للعديد من ضحايا الحروب في المنطقة الذين وجدوا في المملكة ملاذا أمنا أحد هؤلاء جندي عراقي فقد يده في معركة الموصل مع عصابة داعش الإرهابية وهو يتفحص يده الجديدة محاولا الاعتياد عليها إبراهيم المحميد هو الآخر فقد يده اليسرى في قصف قرب منزله بدرعا في تشرين الأول عام 2013 يوم اللي بست الطرف تغير شوي الوضع الحمد لله وكمان منه عم بسوق السيارة أو أباس كمان تغيرت معي مهندس بيولوجي في منظمة أطباء بلا حدود يؤكد أهمية التقنية المستخدمة رغم الجهد الكبير الذي يتطلبه العمل إنها تتطلب وقتا أقل بكثير من غيرها في التصميم ومن خلال متابعة المريض بعد إعطائه الطرف الاصطناعي وجدنا أن التصميم بتقنية الأبعاد الثلاثة مريح أكثر عدد محدود من ضحايا الحروب استفادوا حتى الآن من المشروع الذي يعد بآمال بلا حدود في أن ترد التقنية بعض ما سلبه العابثون بحياة الأبرياء ضمن حملة نظمتها الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية بالتعاون مع كافة القطاعات البحرية والبيئية عقد لقاء حوالي حول حق الأشخاص ذوي الإعاقة والمواطنين بالوصول الآمن إلى الشواطئ في العقبة وقال مدير مديرية الشواطئ في العقبة عبدالله أبو عوالي إن السلطة وضعت تصميم لازمة لإنشاء ممر آمن للأشخاص ذوي الإعاقة ليكون وسيلة حضارية آمنة لوصول تلك الفئة من المجتمع إلى البحر بالإضافة إلى تحسين وزيادة اللوحات التحذيرية والإرشادية وتحديد مساحات أمنة للسباحة نحن في الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية نؤمن بالدور الذي نقوم به وأهمية العمل التوعوي الذي يقع على عاتقنا كمؤسسة مجتمع مدني بأهمية الحفاظ على الشواطئ واستدامتها كما نؤمن بأهمية العمل من أجل إحقاق المصلحة العامة هذه الورشة تبرز دور السلطة في هذه الإنجازات وأيضا نريد من هذه الورشة أن نطلع الجمهور والناس والمواطنين في العقبة على أهم المخططات لتحقيق مطلع الأمان والسلامة على الشواطئ وإدامتها والإنجازات في هذا المجال أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهة مع قوات الاحتلال اندلعت عقب مسيرات في الضفة الغربية المحتلة في جمعة الغضب الثانية عشرة تنديدا بالإعلان الأمريكي بالقدس عاصمة للاحتلال واندلعت مواجهات عند مدخل بلدة بيت جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة حيث أغلق عشرات شبان مدخل البلدة بالإطارات المشتعلة ورشق قوات الاحتلال المتواجدة هناك بالحجارة فيما أطلق الجنود الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيلي للدموع كما اندلعت مواجهات عند نهاية شارع القدس على مقربة من حاجز حوار جنوب نابلس وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيلي للدموع ما أدى لوقوع إصابات بالرصاص وحالات اختناق أدى وشارك المئات في مسيرة لإحياء ذكرى مجزرة المسجد الإبراهيمي وللمطالبة بفتح شارع الشهداء في مدينة الخليل جنوبا كما اندلعت مواجهات في باب الزاوية وفي غزة أصيب العشرات من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند خطوط التماس أثناء مسيرات جمعة غضب رفضا لقرار الرئيس الأمريكي بنقل سفارة بلاده للقدس المحتلة جمعة غضب أخرى فرضت نفسها بأحداث وجد معها الفلسطينيون أنفسهم مضطرين بأن يكونوا جزءا ثابتا منها انتلقت مع انتهاء أداء صلاة الجمعة عبر وقفة دعت لها الفصائل لتوصل صوتهم للعالم أجمع ثابتين على أرضهم ومتمسكين بثوابتهم الوطنية والإسلامية انتفاضة القوس قد انطلقت والعودة الوراء وأن كل تهديدات العدو في الحيلولة دون المواجهة المباشرة معهم من قبل شاب انتفاضة القوس ستبوء بالفشل وأن الشعب الفلسطيني اليوم إن التقى فإنما يلتقي على خيار المقامة وخيار الانتفاضة وأن رهان الاحتلال على الإدارة الأمريكية لتمريم ما يسمى بصفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية واعتبار القوس أنها عاصمة لدولة المزعومة هو رهان خاسر جئنا نقول للعالم ونقول لأمريكا وإسرائيل لن يمر هذا القرار أبدا لأن فلسطين والقدس ستبقى لنا كشعب فلسطيني نقول كلمة واضحة لن يمر هذا القرار حتى ولعو على كل جزء الشعب الفلسطيني هذه الفعالية شكلت بداية ثابتة لسلسلة فعاليات تنتهي بمسيرة كبرى في يوم الأرض لا تقتصر على حدود حصارهم بل يصدح صداها في العالم الحر أجماع نعبر عن غضبنا ونعبر عن تضامننا مع مدينة القدس ومع المسجد الأقصى وفي هذا اليوم نطالب الأنظمة العربية والشعوب العربية بالخلوج وبالتضامن مع الشعب الفلسطيني ومع مدينة القدس لأن القدس والمسجد الأقصى ليس للفلسطينيين وحدهم مشاركتنا بهذه الفعالية تضامنا مع القدس ورفضا لقرارات الأرعى من دولة ترامب التي اعترف بها بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال نقول لهذا الأرعى ولكل من يحاول أن يتآمر على قضيتنا وعلى أرضنا نقول لهذا لهؤلاء هذه الأرض هي أرض عربية وإسلامية وستبقى شيئتهم أما بيتهم عشرات الشبان الفلسطينيين أصبوا نتيجة المواجهات المستمرة والتي يتعمد الاحتلال فيها توجيه طلقات مباشرة نحو الشباب الأعزل بلا رحمة بهدف تفريقهم وإبلاغهم بالدم بأن قوة المحتل لن تتوانى عن استهدافهم ولكن بلا جدوى منعك القناة رؤيا غزة فلسطين أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي أن اقتراح خطة السلام بين الفلسطينيين والاحتلال اكتملت تقريبا جاء ذلك ردا على سؤال عن هذه الخطة في معهد السياسات بجامعة شيكاغو حيث ذكرت هيلي أن الخطة في طور الإنجاز وتوقعت المندوبة الأمريكية طرح خطة السلام الأمريكية حول الشرق الأوسط والتي استلح على تسميتها صفقة القرن قريبا وقالت هيلي أن الخطة اقتربت من نهايتها وستكون جاهزة خلال وقت قريب مشيرة إلى أن الخطة غير قابلة للتغيير وستطرح كما هي ولفتت إلى أن بعض نقاط الصفقة ما زالت عالقة وستجرى بلورتها تمهيدا لنشرها مضيفة أنه لا أحد سيرفض خطة السلام هذه وأيضا لا أحد سيغير في تفاصيلها نظمت عشيرة جرار في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة وقفة احتجاجية أمام مقر منظمة الصليب الأحمر الدولي للمطالبة بالتدخل العاجل لاسترداد جثماني شهدين أحمد نصر وأحمد اسماعيل جرار المحتجزين في ثلاجات الاحتلال حتى الآن في وقت يواصل فيه الاحتلال احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين كنوع من العقاب لأسرهم وعائلاتهم وصل عدد الجثامين المحتجزة إلى 16 جثمان كان آخرهم الشهيد أحمد نصر جرار ومن قبل ابن عمه الشهيد أحمد اسماعيل جرار كل واحد بحب أنه يكرم ابنه ونطالب أنه أقل ما فيه أنه الواحد بوس ابنه وادعه وندفنه على طريقتنا نطالب جثامين شهداءنا ليس فقط أحمد اسماعيل وأحمد النصر أي شهيد لدينا في فلسطينيين المحتجز نطالب فيه ليس فقط وكلهم ولادنا عشيرة جرار اليوم وقفت أمام مقر منظمة الصليب الأحمر في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة وطالبت الصليب والمنظمات الدولية المعنية باسترداد جثامين الأحمدين والدة كل واحد منهم صرخت بملء الصوت تريد أن تلقي على ابنها آخر نظرة وتود أن تطبع فوق جبينه قبلة الودع رسالتي ليس فقط للصليب الأحمر لكل المؤسسات الدولية والحقوقية أنا بطالب أنهم كلهم يوقفوا معنا ويساهموا في الطلب أنهم لجيش الاحتلال أنهم سلموا أبنائنا ابني وابن كل الأمهات الفلسطينيات الشهدين أحمد اسماعيل وأحمد نصر جرار يخيفان الاحتلال جسدا بعد أن ارتقيا شهداء كما أن صور أحمد نصر جرار لا تزال تخيف الاحتلال فيتفق مع موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأن يغلق كل حساب يقوم بنشر صوته لأن أحمد صار فكرة ولأن الجسد يخيفهم حتى ولو كان دون روح هذه هي الإجابة على السؤال الذي تطرحه أمهات الشهداء أحمد اسماعيل وأحمد نصر جرار هنا أمام مقر الصليب الأحمر مطالبتين باسترداد جتامين أبنائهم من قبل سلطات الاحتلال من مدينة جنين المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا في القدس المحتلة صدقت لجنة التنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال على بناء ثلاثة ألاف وحدة استيطانية جديدة تقع على أراضي ملكية خاصة جنوب القدس المحتلة المزيد في هذا التقرير بعد تشكيل لجنة داخل جيش الاحتلال للاعتراف بالبؤر الاستيطانية بدأت حكومة الاحتلال برصد الموازنات والإمكانيات للاعتراف بهذه البؤر ومن ضمنها ما أسمه بحي بستان الزيتون فقد صادق الاحتلال على بناء ثلاثة ألاف وحدة استيطانية جديدة في المنطقة الواقعة بين مستوطنة جيلو ومنطقة شارع الأنفاق جنوب القدس ثلاثة ألاف وحدة سيتم بناؤها على مساحة 280 دنما تعود ملكيتها لعائلات لا تزال تعيش في القدس فهي ليست بأراضي وقفا ولا بأملاك غائبين كل ما تبكه أقل من 10% الآن مخطط ما يسمى بالكدس الكبرى على 12% من أراضي الضفة الغربية وهذا يعتبر خطر كبير سيربط ما بين الكدس الغربية والشركية مستوطنت معها لأحياء في محيط منطقة الكدس حتى منطقة البحر الميت فبالتالي هم يتحدثوا عن الكدس الكبرى الذي تشكل خطر دمغرافي وجغرافي وحتى في سياة التطهير العرقي على الوجود الفلسطيني في داخل منطقة الكدس وتأتي خطط بناء حيبستان الزيتون الاستيطاني ضمن مشروع القدس الكبرى الذي تم الإعلان فيه قبل ثلاثة شهور عن بناء 300 ألف وحدة استيطانية منهم 120 ألف وحدة ستقام عند مطار قلنديا وشمال غرب القدس وأكثر من 40 ألف وحدة لمشروع إيوان نهيك عن 100 ألف وحدة استيطانية موزعة على عدد من المستوطنات داخل ومحيط القدس الأخطر ما يجري الآن في منطقة الكدس في داخل أحياء فلسطينية وهذه للأول مرة منذ 25 عام تبدأ إسرائيل بالإعلان عن تطوير الوحدات أو الأحياء الفلسطينية باعتبارها جزء منها مستوطنة هناك أربع أحياء في داخل سلوان أصبحت للمستوطنين وهي عبارة عن بؤر استيطانية وتوسع حكومة الاحتلال وبلدية الاحتلال عملية الخدمات في البنية التحتية لهذه الأحياء الاستيطانية في قلب البلدات الفلسطينية إذن مليون وحدة استيطانية هو الرقم الذي يطمح الاحتلال لتحقيقه خلال 20 عاما من القدس المحتلة زين صندوقها رؤيا قوات تركية تقصف قافلة متجهة إلى منطقة عفرين في سوريا والتحالف العربي يعلن اعتراض صواريخ أطلقها الحوثيون على مأرب اليمن والأمم المتحدة تدعو لمساعدة 720 ألف طفلا من الروهينغا في ميانمار هذه الأخبار وأكثر في جولتنا حول العالم قصف الجيش التركي بالمدفعية قافلة أثناء اتجاهها إلى منطقة عفرين السورية الخضعة لسيطرة الأكراد قالت أنقرة إنها تقل مقاتلين وأسلحة لكن القوات الكردية قالت إنها كانت تنقل مدنيين قادمين ومعهم طعام وأدوية استكمالا لتطهير شمال ووسط سيناء أعلن المتحدث العسكري المصري أن سبعة من عناصر الجيش وواحدا وسبعين مسلحا قتلوا في العملية التي بدأت قبل أسبوعين ضد متشددين ينشطون في محافظة شمال سيناء أترضت دفاعات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي على مدينة مأرب استقال ضابط الشرطة المسلح الذي كان مكلفا بتأمين مدرسة شهدت هجوما قتل فيه سبعة عشر طالبا في ولاية فلوريدا الأمريكية بدلا من إيقافه عن العمل وذلك بعدما أظهر تحقيق داخلي أنه لم يدخل الموقع لمواجهة المسلحة علقت هايتي نشاطات الفرع البريطاني للمنظمة غير الحكومية أوكسفام انترنشنل بعد الكشف عن حوادث استغلال جنسي من قبل بعض موظفيها دعا صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف إلى بدل جهود عاجلة من أجل مساعدة أكثر من سبعمائة وعشرين ألف طفل من الروهينجا معرضين للتهديد إما من موسم العاصير أو من العنف المستمر والحرمان من حقوقهم الأساسية في ميان مار الباكستان المعروفة بطابعها المحافظ ومعايير رجولة خاصة أصبحت تنتشر فيها صالونات تزيين مخصصة للرجال مظهرة ميولا ومعايير جديدة في المدن الكبرى في أحد صالونات التزيين المخصص للرجال في اسلامباد تقلم الأظافر وتزال البثور السوداء وترتشف القهوة فباكستان معروفة عادة بطابعها المحافظ مع معايير رجولة خاصة مثل الشعر الكثيف والشاربين العريضين إلا أن الباكستانيين الذكور بدأوا مؤخرا يعتنون كثيرا بمظهرهم الميول الجديدة التي باتت تنتشر في المدن الكبرى ظهرت بعد فتح صالونات تزيين الرجال أبوابها حيث يلقى فيها الزبون عناية بالبشرة وبأظافر القدمين واليدين على خلفية موسيقى باكستانية وفي حين أثرت بلوود والأفلام الغربية طويلا على ميول سكان المدن الباكستانية وباتت وسائل التواصل الاجتماعي هي المؤثر الرئيسي فهي تتحدث عن رفاه الرجال وأهمية المظهر الخارجي الحملات الإعلانية عبر الإنترنت تلعب دورا أيضا بحسب ما يرى خبراء الاقتصاد معتبرين أن التسوق الذكي لمساحيق تجميل الرجال يحفز الطلب عليها بلآن إلى هذه المشاهد واللقطات وبلا تعليق ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر